حقيقة هذا الرجل تعرفت عليه من خلال إنشاء الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية وقدت لديه التصميم والعزيمة والرغبة للعمل التطوعي من خلال إنشاء هذه الجمعية لا شك أن الدكتور غالب يعتبر من الكفاءة العمانية التي نعتز بها جميعاً وما هذا التوثيق الذي طلب مني أن أقول بعض الكلمات في حقه إلا هي شهادة من الموظفين الذين عملوا لديه كي يقولوا لهذا الرجل شكراً آخر الاعتراف والاعتماد الرسمي في 2014 كان هو نقطة تحول لجمعية العمانية للموارد البشرية ومن هذه اللحظة طبعاً الدكتور غالب أخذ على عادفه الزخم الأكبر في التغيير وأخذ بعين اعتبار مسألة أن الجمعية لازم تستمر لكن شيء اللي أحب أن أتكلم عنه أنه دائماً أحب الرحلات إلى جبل أخضر فهذا ممكن من نوع المستنفس الرئيسي بالنسبة لدكتور غالب فنحنا في الأشرم راح نعمل دائماً على أنه يكون مؤتمراتنا في جبل أخضر طبعاً نحن نتمنى لدكتور غالب كل التوفيق في كل مساره العائلية والمهنية كما تعلمني أنني أتكلم مع دكتور غالب في مختلفة مختلفة ولكن عندما تتحدث عن أشرم ودكتور غالب's role في أشرم أنا جدًا 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 كمهنوري سيدًا في أشرم أنه في الأشخاص قليلاً الذي يملكه مع أصدقائي في الموارد أنا أيضًا جدًا بالتعامل والمجتمع 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 التي كانت خلق في المجتمع هو مهم جدا لتعامل المجتمع الآن عندما تتحدث عن دكتور غالب's لتبع أكثر من قلوبة تحديد كتيرًا كما على دكتور غالب's leadership هو يستخبطة المجتمع ومشاكلات والمجتمع الأخوة على أن يستطيع محاولهم لإمكانهم التفكير ومشاكلهم لإنفعهم في مختلفات مختلفة دكتور غالب في حيني أصبحت لمدة علاقة عامه لبقائد من الوسمين على حق الناس لنبدأ حق الناس لأن نبدأ حقود إلى إمادة نظام نظام إنظام ولن يتم تحاول ذلك إمادة كد Rule إذا أصبحته بشأن أبيضي ومن بداية أهلاً أن يتعد إمكانهم الأعمال أنا أتمنى للغاية منه التالي لا أعرف ما أتفعل عن جيدة غالب لأنها قد يبدو أن يبدو بحرم ولكن هناك أشخاص أريد أن يشعر على الأخيرة الشرطة هو طالب كيف يحصل على الفيديو جيدة إلى الحالة الظرية الثالثة هو طالب كيف تحصل على المستخدمين تلك المشكلة الثاني، ما يمكن أن يكون قليلاً أخيراً لأييي كيف يتحقق بأنه يتحقق بأنه يتحقق بأنه يتحقق بأنه يتحقق بأنه يتحقق بأنه يتحقق دكتور غالب طبعاً أنا عرفت الدكتور غالب من 2010 لما بنير القمعية العمانية للموارد البشرية عرفتك أخ وكزميل شخص ملتزم عنده الاسيرتفنس عنده القدرة والإرادة اللي يميز دكتور غالب هو اللي هو السوشال نتوركين عنده علاقات ممتازة عنده المقدرة تقدره في الدكتور غالب الدكتور غالب يحب أن تكون الأعمال تنجز في جدول زمني محدد وأيضاً يحب أيضاً ويؤمن بروح الفريق العمل الواحد تحت قيادته أنا متأكد أنه أغلب أهداف الجمعية راح تحقق والعمل تحت إدارته وقيادته سواء من أعظام مجلس الإدارة أو المتطوعين والرؤساء اللجان توقع نستفيد كثير ويتم تحقق أهداف الجمعية لا يمكنني أن أخذييتيت عني دكتور غالب في 5 أجل إنه كبير مؤمن ومؤمن ورؤساء عندما نمتعنا في أولاً أصرم كنا نحن نصف كثير من المؤمن واناً لكنا نحن نحن كنا نحن من المؤمن نحن أحب أمان وإنه مراننا كيف نحن بحب نحن رؤيتنا يقول دكتور غالب شهدت فيك مجروحة أتمنى لك كل التوفيق وإلى ملتقى اشتركوا في القناة